ترأست صباح اليوم أمينة الدولة في التربية الوطنية والترقية المواطنة بنيو بروفالين ممثلة للوزيرة حفل توزيع جوائز للفائزات في المسابقات النهائية للعام الدراسي ل2017 بثانوية الحرية وثانوية البنات وذلك بحضور أولياء أمور التلاميث ومعلمي مختلف المدارس الثانوية والمدعوين عبد الشافد أدود تفاصيل بعد مضي عامين من التدريب وتطبيق المعلومات التي تحصل عليها في مجال المهن والحرف الصغيرة والمتمثلة في خياطة الأقمشة والملابس النسائية إضافة إلى تبخ الماكولات الشهية المستعملة في المنازل والفنادق العامة هكذا جاءت دور توزيع شهدات إلى المشاركات في مركز نسائي كورنيليا كورنيلي للمرأة والأطفال المخلصين للمسيح في دورتها السابعة عشر وشاركنا فيها نحو 38 مشاركة في الخياطة وعداد الطعام التي تعتبر من الخضمات والحرف الصغيرة والتي من شأنها تسهم في دفء عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وعلى ضوء ذلك فقد أوضحت مديرة المركز بوليني إيمي خلال كلمتها الترحيبية للحفل الختامي مؤكدة شكرها الخاص لجميع المشاركات وكذل حضور على وجه الأمومة مضيفة بأن المركز سيظل مفتوحا لاستقطاب مجموعة أخرى لإعدادهم وتعهيلهم في الحرف الصغيرة التي تساعدهم في الحوائج الضرورية للفرد والمجتمع من جانبه المدير العام لوزارة الوظيفة العامة محمود موسى حنأ القائمين بالمركز داعيا المشاركات تطبيق المعلومات على أرض الواقع مؤكدا بأن الحكومة قد أولد احتماما كبيرا في شأن المرأة لمحاربة البطالة في وسط الشباب وبعض شرائح المجتمع الضائفة هذا فإن مثل هذه الدورات التدريبية ستشجع الشباب وترفع من مانوياتهم للتخلص من عزمة البطالة والقضاء للفقر اشتركوا في القناة